أعزائي الطلاب برحب فيكم معكم خالد بوزان في سؤال جديد مسئلة فحص الجنسية الألمانية وكورس الحياة في ألمانيا سؤال رقم 93 سؤال 93 أعطيكم مقدمة سريعة عنه مشان تفهموا خلفية السؤال سؤال 93 بيقول أو خين شوفنا أخذ أول شيء المقدمة عن هذا الشيء في ألمانيا كل أربع سنوات بتصير انتخابات برلمانية مركزية في البنط برلمان المركزي البوندستاك في برلين في هالانتخابات بتنافسوا مجموعة من الأحزاب الأشخاص المواطنين لألمان اللي بيحموا الجنسية الألمانية بروحوا بينتخبوا لما منتخب نختار صوتين عنا الصوت الأول والصوت الثاني الصوت الأول هو الحزب المفضل اللي حابين نحن نختاره وفي عنا الصوت الثاني بيكون كمان الحزب الثاني اللي ممكن يوافق تطلعاتي ورغباتي كمواطن ألماني فإذا الصوت الأول اللي بعطيه أنا لحزب بيكون هو الصوت الأهم والصوت الثاني كمان هو صوت مهم ولكن الأقل وزناً وثقلاً في الانتخابات إذن أهم صوت دائماً هو الصوت الأول وبعدين بيأتي الصوت الثاني لما بيصير فرز الانتخابات للأصوات طبعاً بيشوفوا الصوت الأول راح لأينا أحزاب في الدرجة الأولى وبعدين بينتقلوا للأصوات الثانية أين حزب جاب بالأصوات الثانية على عدد من الأصوات طبعاً مثل ما ألتلكم إذن الصوت أول وصوت ثاني لما واحد بينتخب الصوت الأول هو الأهم والصوت الثاني هو الأقل أهمية ولكن كمان إلا دور في الانتخاب إذن هيك بيتم الانتخاب في ألبانيا للبرلمان المركزي يعني لما بنروح من أنتخب ورد الإنتخابات الي أعمل أنا إشارثين ضرب الأولى على الحزب الأول الي أنا حابina أنتخبه والثانية على الحزب الثاني الي أنا حابina أنتخبه سوال شبيل. سوال شبيل. سوال شبيل. يمير كل ما كان أكثر. مير أكثر. الثاني هو الصوت الثاني. الأولي هو الأصوات الأولى. شرحت لكم يا أهلا. حزب بي أين بندستاكس بال. عند انتخاب برلمان المركزي. يحصل من الحزب. يحصل على أين باتاي. يمير كل ما كان أكثر فقال مقاعد أكثر. إذا كل ما كان cómo كاني مشكلة. كل ما كان الجτικ مقاعد أكثر. وذلك ، هذا الأهمية الصوت التاني في الانتخابات. إذن الحزب جاب أصوات الأولى عدد كبير كان أصوات الثانية يعني الناس انتهدوا أحزاب الثانية والتي اعطوا الصوت الثانية لها الحزب فههذا النحو�� يستطيعون هنا انو الإنسinge عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المركزي وهو الجواب الصحيح إذن هاي أهمية الصوت الثاني يستطيعون تحصول مقاعد للدعاء في البرلمان المركزيierungs احتمالات الثانية الزواب ، أي أنه خطان Państwo والأس امرandom الولايات الأ Bell Окوية كلما قل عدد الأصوات الأولى التي يمكن يحصل عليها الحزب يعني إذا حزب ت Woolلف أحد عدد أكبر من الأسوات الثانية فهذا يعني بالضرورة أنه يحصل على عدد أقل في الأصوات الأولى وهذا الحك، لا ن line up في الجب Parallel الولايات الأد من الأسوات الثانية وهذا هوige يش الماعد لحصل على عدد كبير من الأصوات الأولى مثل ما شاهدنا بالاحتمال الأول الذي هو جواب الصحيح الاحتمال الثالث May أكثر Direct Candidatin Direct Candidatin يعني Candidat مرشح Direct مرشح مباشر يعني يدخل بشكل مباشر على البرلمان Depatai للحزب Seen Ein Seen يعني ينتقل إلى Insparlament ينتقل إلى البرلمان إذن كل ما حصل الحزب على عدد أكبر من الصوت الثاني في انتخابات البرلمان المركزي كل ما انتقل عدد أكثر من أعضاء الحزب بشكل مباشر إلى البرلمان هذا الحكي غير صحيح طبعا في هالحالة ما بينتقل عدد أكبر بشكل مباشر إلى البرلمان وإنما بيتم فرز الأصوات ومن أنا على عدد الأصوات بيتم تحديد عدد المقاعد اللي بيحصل عليها كل حزب نسبة إلى الأصوات الأولى والتانية اللي أخذها الحزب الاحتمال الرابع Grocer Is das Risiko Risiko الخطر المخاطرة المجازفة Das Risiko There is a coalition What is it? ائتلاف 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 يعني مجموع من الأحزاب ائتلاف مجموع من الأحزاب Build and Submission أن يشكلوا Submission الوجوب أو يجب كل ما كانت المخاطرة أكبر باحتمال وجوب تشكيل الائتلاف ماذا برعت هذا الحكي؟ كل حزب عندما يدخل الانتخابات يتمنى أنه يحصل على الأغلبية البطلقة للأصوات علماء لن يضطر يدخل تحالف مع حزب ثاني اللي يشكله الحكومة فإذا حصل هو بنفسه على عدد كبير من الأصوات وشكل الأغلبية المطلقة في البرلمان فهو ما عد بحاجة حزب ثاني ليشكل معه وإقتلاف ويخليه شاركه في الحكم وإنما هدف الحزب دائما أنه يحصل بنفسه على الأغلبية المطلقة إذن هل هذا يعني أنه كلما كانت عدد الأصوات الثانية أكتر زاد الخطر أنه هو يضطر يشكل تحالف مع حزب ثاني لا هذا الحكي غير صحيح للسبب اللي ذكرته هلأ أنه الموضوع هذا ماله على بهاد وإنما كلما كان عدد الأصوات الأولى اللي هي الأهم وزنة أهم في الانتخابات بحصر عدد كبير من المقاعد وإذا كان عنده كما من الأصوات الثانية عدد كبير هذا الشي بيزعب ساعده للحزب على زيادة عدد مقاعده في البرلمان ومحاولة الاقتراب من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان إذن الجواب الصحيح هو الجواب لأولا شرحت لكم نياب التفصيل أتمنى يكون الشرح واضح وفهمته السؤال كما كان عدد بذكركم الأسئلة موجودة على الصفحة فيكم تتدربوا عليها وإلى اللقاء في الدرس القادم